لم تمضي ستة أشهر أو يزيد من عمر حكومة عبد المهدي حتى بات ما يهدد بانقضائها ماثلا في الأفق أزمات تتبعها أزمات ومعضلة داخل أخرى أكبر تشد الوثاق حول عنق حكومة شكلت على أنقاض صراع سياسي مشتعل هو انعكاس لتجاذبات دولية من الداخل تنذر أزمة إكمال التشكيلة الحكومية بحلقة جديدة من التناطح السياسي مع عجز القوى المشكلة للحكومة عن المجيء بأربعة أسماء يتوافق عليها لحقائب الداخلية والدفاع والتربية والعدل مسؤول حكومي تحدث لصحيفة العرب الجديد صراعات سياسية ستشتد خلال الشهرين المقبلين على المناصب العليا والدرجات الخاصة التي ينبغي أن تحسم قبل نهاية شهر حزيران المقبل مضيفا أن المشكلة الأخرى التي تواجه الحكومة تتعلق بملفات الفساد الكبيرة التي تتورط فيها شخصيات مهمة تواجه الجهات الرقابية ضغوطا كبيرة للحيلولة دون التحقيق معها الفساد ضرب جذوره في مؤسسات الدولة حتى أوقف كل شيء في البلاد بوصف النائب عبدالله الخربيط لا يوجد هناك من يحاربه إذ يقول الخربيط إن هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات تحولت إلى أدوات للتستر على الفاسدين مطالبا بإلغائها والإبقاء على جهة رقابية واحدة فقط هي ديوان الرقابة المالية خارجيا لا تقل الملفات أمام عبد المهدي خطورة عن الداخل وعلى رأسها انتشار القوات الأمريكية في العراق ودفع شركاء العملية السياسية لإخراجها بسياق التنافس بين طهران وواشنطن ومن هذا ما ذكره النائب عن تحالف الفتح محمد كريم بأن على العراق ألا يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار رافضا تدخلات السفارة الأمريكية في البلاد وتصريحاتها حول إيران وإيران من جانبها لا تخفي نظرتها للعراق كساحة معركة مع واشنطن فإلى أي وجهة سيتجه عبد المهدي وهو بين داخل مضطرب وغاضب وخارج ملتهب المحاور كل خطوة فيه تعد مجازفة